في الدور الممتاز كان بيتم نقل الصوت على الهواء في موقع اتحاد المصر وكرة القدم الحوار اللي بيدور ما بين حكم الفار وحكم الساحل كلاتنبرج وكان هو بيعلق علشان النهاردة الأمورة بكاشفة كل حكم يتحمل مسؤوليته دي كانت خطوة أيام كلاتنبرج نتمنى زي ما زميلي محمد سعيد أشوف الخطوة دي في الحالة دي الخطوة دي مهمة جدا ده هياخدني لأمري تاني أنا مش عايز أشكك في النواية ولكن النهاردة واحد زي كابتن محمد الحنفي يعني لم يوفق في اختبار اليقى البدنية في الحكام صحيح تم استبعاده الفترة السابقة من التحكيم جابوه حكم فار هل ممكن يكون فيه نية سيئة ومبيتة للإطاحة ببريرة ده ممكن أمور يعني دخلينا نفتح مجل الشك ولكن النهاردة خلينا نروح بقى لبريرة نفسه ولجنة الحكام والاتحاد المصر لكرة القدم لازم يتم إزاعة الحوار اللي ضار ما بين الكابتن محمود البنة ومحمد الحنفي خلي بالكو احنا هنا احنا يعني ما ننتقدش الحكام احنا أول ناس مساندين الحكام أول ناس أشدنا بالحكام في كاسرهم الأفريقية دايما النادي الأهلي بيعلم من قيمة وشأن الحكم المصري لكن النهاردة لازم نقف عند أخطاء التحكيم المصري هنصلح ازاي ازاي النهاردة لما شفنا سنتين دوري كان فيها أخطاء فجة كان فيها أخطاء مبيتة كان فيها نواية غير سليمة مش هنسمح بالأمر ده مش هنسمح ان احنا نرجع للأمر ده من بعض برضو الكواليس اللي ضارت أو كان عايز يعني يسوأ لها البعض ان الفار كان معطل في اللقطة دي لا ده غير صحيح بالمرة غير صحيح بالمرة غير صحيح الفار كان شغال بنسبة 100% اشتركوا في القناة